بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بكم وعزائنا الطلبة وحياكم الله من جد وجديد ارحب بكم في العام الدراسي الجديد ومبروك لقبولكم في قسم اللغة الانجليزية انا وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي مدرس لغة انجليزية online وهذه الدورة اللي قاعد نشوفونها حاليا هي دورة مجانية عملناها لكم ومثل ما تشوفون الصفوف هذه الحضراتكم ان شاء الله حتى تستفادون من عدها وحتى تعرفون شلون تقرون مادة الادب طلابنا الاعزاء اكو احد من عدكم اكو احد من عدكم ما يعرف قصة الكناري وقصة محمد غير وقصة السوينغ اللي اخفتوها بالسادس اعدادي اكو واحد من عدكم ما درسها اكو واحد من عدكم ما درسها هاي المادة جيد بضضبط اليوم اليوم احنا من درسنا بالسادس من درسنا بالسادس مادة الادب هذه كانت جزء مبسط من اللغة الانجليزية بالجامعة هاي المادة رح تدرسها مادة كاملة اسمها مادة الادب الليترشار اسمها مادة الادب يسمونها الليترشار يسمونها مادة الادب اسمها الليترشار الليترشار يعني مادة الادب مثل ما درسته بالكناري تذكرون الاسئلة اللي كانت تجي عن الكناري يعني ماذا تخبرنا القصة وعن ماذا تشدد القصة وما هي الاحداث الاساسية بالقصة مادة الكناري ومال محمد خضير وإلى آخره نفسها بسايرة رح تكون بالادب ولكن رح تكون مادة واحدة بمرحلة الاولى وراكن يعني شنو راح شوية ناخذ تفاصيل راح ناخذ شوية بعض التفاصيل فهنا عدنا تعريف الادب هو عمل فني هو عمل أدبي ويتضمن الشعر والدراما والفكشن ويتضمن أعمال أدبية كثيرة إذن طلابنا العزاء هو عمل فني هو عمل فني هو عمل فني للخيال للخيال إذن هو شنو هو الأدب إذن هو عمل أدبي يتضمن الأدب أو الخيال به فتنوع من الخيال أنت تتخيل فتشي ببالك وترسم إلى صورة معينة وتبدي أنت تتكلم عنه وأعماله وإلى آخره طلابنا الأعزاء لحد الآن تعرف شنو معنى مادة الأدب عرفت شنو معناها عرفت لي شنو معنى مادة الأدب اكتبونا بالتعليقات هنا هنا أعزائنا الطلبة مادة الأدب مثل ما ذكرنا هذا تعريفها وطبعا أكو هواي تعاريف وأكو هواي ملازم فأنت أي تعريف تحفظه صحيح أي تعريف تحفظه صحيح بس كون تعريف يعني صح مو غلط أي تعريف تحفظه مو مشكلة هذا هو تعريف الأدب زيان عندك سؤال آخر يقول لك ليش إحنا ندرس أدب ليش ندرس الأدب شنو السبب اللي خلينا ندرس الأدب إنه مهم بكوز إنه مهم بكوز إنه مهم وينطينا معلومات عن الثقافات وإلى آخره طبعا هنا هذا يعني معلومة إليك يعني مو بالضرورة تحفظها يعني لأنه حسب الجامعة أكو جامعة يأخذون أكو أشياء أكو جامعات ما تأخذون يقول لك أنا ماريدين فهنا يعني أنت خلي معلومة بقالك إجاك سؤال أو إذا الأستاذ بصف سألك قال لك عيني ليش إحنا ندرس مادة الأدب شنو السبب اللي خلانا ندرس مادة الأدب إذي قلة حتى تنطينا دروس وثقافات نتعلم من الثقافات الأخرى هذا هو ليش ندرس الأدب إذن طلاقنا لأعزاء هسنا أخذنا شغلتين خليك وياي وركز أول بأول تعريف الأدب هو عمل فني يتضمن الخيال ويتضمن الإبداع يتضمن الخيال ويتضمن الإبداع هذا هو تعريف الأدب زين سؤال آخر ليش ندرس الأدب حتى ناخذ الدروس حتى ناخذ العبر ونتعرف على الثقافات الأخرى حتى نتعرف على الثقافات الأخرى يعني ندرس نحن الأدب الإنجليزي نعرف ثقافته نطور أفكارنا هذا هو المقصود إحنا لبني جيك سؤال يقول ليش ندرس الأدب تقل له مثلا ينطينا دروس إخلاقية ينطينا معلومات ينطينا ثقافات ليش ندرس الأدب هذا هذا الموضوع إذن هسا صار عندك شغلتين أعيدهم إلك للمرة الثالثة تعريف الأدب وليش ندرس الأدب صار واضح إن شاء الله وصار معلوم جيد عيني طلاب تعريف الأدب وين يعني 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 وين ما تكتبه هنا طلاب يعني أحنا أخذنا هسا هنا هسا أكون شغلات مهمة مفردات أساسية بمادة الأدب عدنا فتشي اسمه الدراما اللي هي المسرحية وعدنا فتشي اسمه البروز اللي هو النثر وعدنا فتشي اسمه البوتري اللي هو شعر هذا الناس كله من ينظمنا ذا من تحت الأدب إذن الأدب يتقسم إلى دراما وإلى نثر وإلى شعر وهذا الشي حتى موجود بالسادس إعدادي بالعربي لما نحنا قسمنا الأدب أخذنا الأدب وأخذنا أنواعه يعني ما أعتقد أكو شخص ما يعرف الأدب وأنواعه لما نخذنا العصر الجاهلي والعصر العباسي أعتقد هيت شي بالضبط يعني يعني أخذناها أخذناها بالنسبة للسادس أعدادي وعرفنا شن المقصود بهذه العصور زي نعني فهنا أيضا نفس الحالة هنا بالإنجليزي أيضا عندنا أنواع العصور هنا طلاب عندنا بعض المفردات المهمة اللي لازم نتعرف عليها إن شاء الله وهاي الفترة هسا لحنا عندنا فتشي بالإنجليزي يكتب يمك ملاحظات عندنا فتشي بالإنجليزي يسمونه الفيجر الأغراض الشعرية اللي هي يسمونها الأغراض الشعرية أو لها اسم آخر بويت wichtige ديفايسز أيضا اكتب همأك ملاحظة اكتب هيمأك ملاحظة الفيجر الفيجر الاسبيج اكتب لي هي أساليب هي أساليب هي أساليب يستخدمها الشاعر في العمل الأدبي هي الأساليب التي يستخدمها الشاعر في العمل الأدبي لكي يعطي لمسة شعرية أو لمسة أدبية دعونا نقول عليها لمسة شعرية أو لمسة أدبية للقصيدة أو للعمل الأدبي إذن طلابنا الأعزاء ما المقصود بالفجرز أو البياتيك ديفايسيز اللي هي اسم آخر يسمونها البياتيك ديفايسيز يسمونها الاغراض الشعرية البياتيك ديفايسيز زين هسه عرفنا البياتيك ديفايسيز إذن هي أساليب يستخدمها الشاعر في العمل الأدبي لكي يعطي لمسة شعرية إلى القصيدة لكي يعطي لمسة شعرية إلى القصيدة زين يعني هسه هذا بالنسبة للبياتيك ديفايسيز أو الفجرز أو في سبيت نفس الشيء اللي هي عندك شغلة أخرى لازم تعرفها الستانزة شن المقصود بالستانزة يعني شن يعني استانزة ها لازم تعرفها استانزة شن مقصود بالستانزة ها لازم تعرف الاستانزة معناها الاستانزة معناها هي جزء من قصيدة جزء من قصيدة يعني أربع بيات خمسة بيات يسمونها استانزة كتبها يامك ملاحظات الاستانزة هي جزء من قصيدة الاستانزة هي جزء من قصيدة أربع بيات خمسة يسمونها استانزة يسمونها استانزة اشتركوا في القناة 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 إذن هي قصيدة حزينة وتكتب لشخص حتى يعني تعبر عن حزنك عفوا عيني بالنسبة للأول هي قصيدة تكتب لشخص عزيز متوفي يعني احتمال أخو يسمون الرثاء القصيدة الرثائية القصيدة الرثائية اللي هي قصيدة الرثاء الشخص يعني يكتبها نعم لازم متوفي يا نور نور الهدى نعم لازم متوفي لازم يكون متوفي إذا ما متوفي ما نقدر نقول عليها إلي جري إذا ما متوفي ما نقدر نقول عليها إلي جري إذن هي قصيدة رثائية تكتب لشخص عزيز على الشخص اللي يكتب ويكون متوفي قصيدة حزينة بالضبط قصيدة رثاء يسمونها قصيدة رثاء تعبر عن الأحسنتم ما شاء الله تفاعلكم كل شحلو أريد هذا التفاعل يكون على يوتيوب نفس الحالة مو بس هنا جيد بالضبط بالضبط إذن تكتب لشخص متوفي طلابنا العزاء طبعا هنا يعني مو إلا مرة تكتب الحبيب ولا حبيب يكتب الحبيب لا احتمال شخص يكتب الأبنة أو احتمال أخ يكتب الأخو أو احتمال شخص يكتب الصديقة أن صديقة عزيز علي ومات ويكتب لقصيدة رثاء مو بالضرورة يعني يكون مثلا يعني حب لا احتمال يكون أخ احتمال يكون صداقة كل أنواعها هذه كل تنسميها إلى جريد أحسنتم أحسنتم جيد جيد زين هسا بعد عدنا مصطلح مهم وهو السامبلز السامبلز اللي هي الرموز طبعا هاي الرموز يعني هي تفيدك لازم تقراها السامبلز يعني رمز وهذا هم أفهمها شن المقصود بالرزل طلاب طلاب عيني أخو طلاب دا يسألوني استاذ شنن نحفظ عيني هسا أنت لا تحفظ أنت حاليا ما ريد من عندك حفظ بس أريدك تركزي ويايا دا أشرح لك أساس الله يرضى عليك دا أفهمك هسا حاليا أقرالي بالعربي أقرالي الأود اللي يجري عيد لي ياهن راجع لي ياهن بس هاي أريدها من عندك زين عيني عيني المصطلحات كاتفهم بالقناة عيني بالصورة بالصورة موجودات بالتصوير موجودات بالتصوير هذه مقدمة الأدب هذه فقط أخذنا اليوم المصطلحات المهمة إن شاء الله هاي الملزمة هذا الدرس راح ينزل إن شاء الله بقناتنا على اليوتيوب لا تنسى طلابنا الأعزاء تشترك بقناة اليوتيوب على مودي يوصلك الشعار اليوم شكو شي مهم تكتبه بالدفتر عندك وتكتب عليه ملاحظات تقراهن ذن مهمات راح نأخذهن إن شاء الله بالدرس جاي نعيد بيهن بعد ونكمل نعطيكم أشياء مهمات ونعطيكم أشياء حفوظ لا تنسى تركز على المادة اللي نطيتك إياها وتشد حيلك عليها إن شاء الله أسألكم بهن الدرس الجاي زين عيني أنا بالنسبة إلي راح أكون متواجد